سيادة العميد يحيى محمد عبدالله صالح رئيس دائرة مكافحة الإرهاب ورئيس أركان قوات الأمن المركزي أهلا بك على البي بي سي بداية أسأل كيف سيعود الرئيس علي عبدالله صالح إلى اليمن بعد محاولة اغتياله في البداية نتمنى لفخامة الرئيس القائد الشفاء العجل ورفاقه وطبعا سيعود بعد تماثل الشفاء وهناك استعدادات كبيرة لاستقباله من قبل الجهات الرسمية والشعبية وكما لاحظت يوم أمس مدى وفاء الشعب للقائد ولكن هل سيعود إلى سدة الحكم أم هل سيعود كمواطن يمني؟ ما الذي سيحصل؟ طبعا هو قبل مغادرته حسب الدستور قام تسليم صلاحياته لأخنا برئيس الجمهورية الفريق عبدالربو منصور هادي وطبعا سيعود كرئيس جمهورية لمعارسة مهامه الوطنية وكيادة البلد ولكن هل سيكون هناك انتقام لما حصل؟ هل سينتقم من محاولة الاغتيال؟ ما الذي سيقوم به حيال عودته؟ انتقام هذه مصطلح ينطبق على القبائل والعشائر نحن دولة وهناك تحقيقات وعند الانتهم للتحقيقات وتحديد الجهات المسؤولة والأشخاص ستوجه له المتهم ومن ثم يتم القبض عليهم إذا كانوا في الداخل أو طلبهم عبرا لانتربول إذا كانوا في الخارج ومن ثم تقديمهم إلى المحاكمة إذن حالة الهدنة القائمة اليوم في اليمن سوف تستمر ولن يعود هناك العنف الذي شهدته البلاد قبل آونا العنف لم يكن من قبل الدولة الدولة تحرص دائما أن يكون هناك أمن وإستقرار لأن لديها مسؤوليات وطنية كبيرة تجاه الشعب والتنمية العنف والمشاكل هي جاءت من عناصر مأزومة تعتبر نفسها فوق القانون وهي في الحقيقة خارجة عن القانون من عصابات مريضة بعقدة النقص حدثني إذن عن المبادرة الخليجية التي تم تعليقها لفترة طويلة وقيل بأن الرئيس قبيل محاولة اغتياله كان قد قرر توقيعها ما الذي سيحدث بهذه المبادرة؟ الحقيقة قبل حادث محاولة الاغتيال كان شيء وبعد المحاولة شيء آخر عند عودته هو القائد وهو الذي يحدد هل يستمر المسير حول المبادرة الخليجية أم لا وكذلك جماهير الشعب هي صاحبة المصلحة وهي التي تحدد من يحكم البلد ولكن هناك جهود حثيثة الآن سواء في الداخل أو بدعم سعودي وخليجي وأيضا بدعم أمريكي لإيجاد حل سياسي لليمن لتكون هناك مرحلة انتقالية لما بعد علي عبدالله صالح منذ قيام الثورة اليمنية في 26 ستمبر و14 أكتوبر كل السياسيين يعملون من أجل إيجاد دستور يحدد شكل الدولة وكيف الوصول إلى الحكم ولذا الشعب منتزم بالدستور الذي ناضل طويلا من أجل إرساء قوعد الدستور فالشعب اليمني لا يقبل إملاءات من خارج مع تقديرنا لكل الجهود المبدولة من أجل إرساء الأمن من الاستقرار في اليمن لكن من يحكم اليمن وكيف يحكم اليمن هذا هو إرادة الشعب اليمني هل سيكون هناك اتفاق على حكومة وحدة وطنية مع المعارضة؟ هذا يعود إلى القيادة السياسية وحزب الحاكم في اليمن ماذا عنكم أنتم العائلة؟ هناك الكثير من من يقول بأن الحاكمين الأساسيين اليوم بعد غياب الرئيس علي عبدالله صالح في السعودية هم أنتم الإبن أحمد وأبناء الأخ مثل سيادتك والإخوة عمار وطارق ما قولك عن ذلك؟ هذا غير صحيح اليمن دولة مؤسسات ورغم الأزمات التي مرت بها ورغم محاولة الاغتيال لفخامة الرئيس وأركان الدولة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشورى وعدد من نواب الوزراء إلا أن الدولة متماسكة فليست مربوطة بشخص أو أشخاص وهذا ما أثبت لدى الجميع في الداخل والخارج أنها دولة مؤسسات وكل العاملين في الدولة ملتزمين بالقانون وبالدستور وأما ما يخص أقرباء الرئيس الذين هم في المؤسسات فنحن نأكد أننا ضباط محترفين ننفذ التوجيهات أصاد رأينا من قيادتنا السياسية وننفذ التوجيهات الأخ نائب الرئيس الجمهورية ولكن إذا هي دولة مؤسسات ودولة دستور الشعب طالب بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح وطالب بتغيير النظام والذي يشمل العائلة أيضا هل أنتم مستعدون للتخلي عن الحكم؟ كلمة الشعب هذه كلمة غير صحيحة هذا مجموعة كانت مجموعة من الشباب لهم طالب حقوقية فأنضمت إليها أحزاب اللقاء المشتركة التي دائما تفشل بالانتخابات ووجدتها فرصة من أجل ركوب موجة الاحتجاجات الحاصلة في الوطن العربي من أجل الوصول للسلطة عن طريق الإنقلاب بمساعدة عدد من القادة العسكريين المشقين والذين خانوا القسم العسكري والقيادة السياسية وكذلك بعض مشائخ الجبائل الطفيليين الذين لديهم عقدة تاريخية أنهم لم يصولوا إلى السلطة فتخذوها فرصة من أجل الوصول إلى السلطة أما الشعب هو مع القائد ولو كان الشعب ليس كذلك لم أستمر الرئيس في الحكم إذن ماذا تسمي هذه المطالب التي استمرت على مدى أربع شهور ولأجلها تصنعك المبادرة الحقيقية لو كان هناك هبة شعبية حقيقية لما استمرت خمسة أشهر أصبحت هذه مهزلة وهو مجموعة من الفوضويين والطفيليين على السياسة ومراهقين في السياسة ليس هناك ثورة شعبية في اليمن لكن هناك طلبات محقة للشباب هناك طلبات لكن عندما تتحول إلى تخريب وإلى قطع طرقات وإلى انتهاك حرمات وإلى الهجوم على مؤسسات الدولة أي دولة يتكلمون عنها دولة مدنية وهم أول من ينتهكون هذه الكلمة في الهجوم على مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة ليست ملك علي عبدالله صالح أو الحزب هي ملك الشعب كيف سيحكمون شعب بهذه الطريقة هذا أثبت عن وجههم القبيح إذن هل ترى الطريق مسدود لتغيير الحكم وترحي الرئيس علي عبدالله صالح طريقة الحكم واضحة في الدستور الدستور محدد الآليات والقوانين ولهذا المجتمع الدولي يقدر ذلك رغم أنه يعني بعض الصفر للأسف الشديد يحاولوا أن يحققوا مكاسب مهنية على حساب الشعب اليمني عن طريق أنهما قدروا يعملوا شيء في اليمن لكن هذا ليس صحيح أثبت أن الشعب محل الرئيس في حال تنحي الرئيس علي عبدالله صالح حسب الدستور كيف ترى اليمن بعد تنحيه؟ وهل ستبقون أنتم كجزء من المرحلة الانتقالية خاصة وأنتم بالذات تعاونتم مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومحاربة القاعدة؟ تأكيد خمط الرئيس على أنه الانتقال يكون سلمي حتى لا يكون هناك أي فوضى لأن الانتقال عبر العنف لن يكون هناك إلا عنف ولهذا كان تأكيد خمط الرئيس أن يكون الانتقال السلمي وعبر انتخابات يكون هناك تنافس العالم يشهد هذه الانتخابات يراقبها لا يوجد هناك أي مانع من مراقبين محليين ودوليين من نرحب بأي مساعدة في هذا المجال ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ لكن الحقيقة هم لا يريدون ذلك يريدون أن يكفزوا إلى السلطة فقط لا غير يصلوا إليها ولذا أنه بعد في حال إقامة الانتخابات نحن كما قلت في السابق ضباط محترفين نفذ التوجيهات كنتم ممن رعى الحراك المدني في اليمن ودعمتم المحاولات لتحويل البلاد إلى حالة مدنية حدثني عن ذلك أين تشاهد اليمن كدولة مدنية بعيدة عن العنف في الأمين طبعا الكل كان يتحدث عن تغيير فمن لهم وجهة نظر للتغيير لإيجاد دولة مدنية حقيقية ومنهم لا يعرف حتى ما معنا كلمة مدنية ويزايد بها مشائخ الجبائل ورجال الدين المعروف عنهم بتطرفهم ووقوفهم ضد القوانين التحديث في اليمن يتكلمون عن دولة مدنية وإنما هم يتكلمون عن دولة مدنية في بالهم فقط لا غير أما في الواقع فليس صحيح محاولاتنا للتغيير للحديث عن دولة مدنية كانت منذ سنوات وإنما في إطار الدستور في إطار تطوير التشريعات وتغييرها عن ضريق البلاد عن ضريق إقامة الندوات وإيجاد إيصال فكرة الدولة المدنية للمجتمع حتى يكون هناك تغيير سلس ومدني أما عن ضريق التخريب هذا ليس له أي علاقة بالدولة المدنية فالذين احتفلوا بإصابة فخامة الرئيس والقيادة الدولة وسقوط عدد من الشهداء هذا ليمتوا إلى الدولة المدنية بسلامه إذن ما هي الخطوات القادمة لليمن لحل الأزمة الراهنة؟ الآن الكل يتابع صحة فخامة الرئيس الجمهورية عندما يعود بسلامه لكل حتى نهدي سيادة العميد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر